في نادارك، لماذا كان قبله؟ عندما يعملون خدمة يعطينا ثلاث شهر جليسة قبل أن أخبرها هذه الثلاث شهر جيدة لماذا؟ الشركة تجربت سيدة أو سيدة التي ستعمل معها وموالمينهم ومستوى أو سيدة أو سيدة التي ستعملت بشركة كما ترى البيئة التي دخلت لها وماذا ستنساجم معهم أو لا لا لماذا هذه الثلاث شهر التي قبلناها وتقبلها لعالم عندما نجد الخدمة لم نطبقها في حياتنا الزوجي دعني نفسي لك لماذا لا ترى أن ترى الناس الذين تجربوا في كل شيء الذين تجربوا في الخطبة الذين تجربوا في الجواج وهزوا والدزوا والعراسات ستشهر من بعد ومن بعد أن تجربوا لهم أو تجربوا بشيء وليدات لماذا نظارك؟ لأن هذه الناس تجربوا في العلاقة لم يأخذوا الوقت لتعرفوا على ماذا هذه السيدة التي ستجربها أو هذه السيدة التي ستجربها ولماذا نقول لك؟ أستفيدوا على المبادئ المبادئ على المبادئ بيجبك تحضير عقليات كميائية ويجبك تكون تساجم معاك السيدة ما يصبح مبادئك ومشكل يجبع على مبادئك لنفصرها علينا أن أقوم بكتابة قصة وقفنا على الطلاق حاولت نفهم من ما هي المشكلة فلقيت مشكلة الحب لقيت مشكلة التحدث لقيت مشكلة المبادئ جوجه بالزربة و لم يأخذها لوقت لتعرفه على بعضياته سيد جاني لديه خمسة جميع المبادئ المبدأ اللولاني هو أهم شيء لديه في الدنيا والعالم هي مرته من مراها والده، من مراها والده، من مراها الخدمة، ومن مراها السفارات المبدأ جالها اللولاني وهي الخدمة مبدأ الثاني عندها وهي وليدها مبدأ الثاني والدها الرابع رجلها ومن بعد السفارات لذلك لا يوجد شيء مشكلة، كل شخص يختار المبادئ المهمين له لا يوجد هذا حزن من هذا ولا يوجد هذا ولكن خطأ في أن يكون من المبادئ لا يوجد مرح لذلك نقع لديه الكوب و هل الذي لا يريد أن يقع لكم فهذا يجب أن تتطلقوا على المشاكل و تطبقوا لتفادئوا هذه المشاكل التي يعيشهم بعد مرات اللولاني و التي يصلهم لها قدر الله تنطلق تفكروا معي، السيد عند مبدأه هو المرات والمبدأ الثاني هو والده هذا هو الحواج الذي يجب أن يكون مهمة عندما يقوم بجد يدعون أن أشعر لكي تستخدمين سوف أقوم بعملهم في تلك المبادئ يجب أن تبقى اليوم في الليل حسب يتطولوا هذه الدواء أن ترجعون وصلوا لي مع المدانين لا يوجد نقص الدول لم تتطلق مهões وذلك تضيب المبادئ مرضى حول أنه ليس جدد أعطائم normal لكن أحبيت مع الفاكتاة لكي تستخدم حسنا أريد أن يأتي بفاكتاة يجلس مع مراته ووليده أصلاً يريد أن يخرج بكريب لكي يأتي بوليده من المدرسة أصلاً يريد أن يخرج بكريب لكي يخرج بكريب لذلك هذه المبادئه ومعلمه صفكه لماذا تمرت لديها المبدأ الأولى هي الخدمة لا يوجد شيء مشكلة في شخص الذي لديه المبدأ الخدمة لماذا؟ لقد قلت لديك شيء لقد قلت لديه المدرسة مرحباً اليوم لدينا دوسية جديدة لديك مزال لوقت لا يوجد شيء مشكلة لدينا شخص لدينا نرى البلاد الفرنية مرحباً لذلك هي تهيارها سعيدة في هذا المنهج الذي دارت لماذا؟ تجاوب مع المبدأه الأولى المبدأه الأساسي هو مرتصف يدخل على مرتصف و يدخل على مرتصف و يدخل مع الطلاع و يدخل بكري كيف يحدث؟ كانت تقول لدي مرحباً لا تصدروا الوقت لماذا؟ كما قلت لكم في الأول كانت تصدروا الفيرومون كانت تصدروا الحواج الذي سيجلب الراجل و نعجبه و هو فخور بها الراجل كذلك ولكن مع المدى الفيرومون كانت تصدروا الوقت كانت تصدروا الوقت مرحباً في هذه المدى الوقت إذا لم تكن أخذتوا الوقت ليتعرفوا على الناس و تعرفوا على الأشخاص على الراجل لما يتم خربوا لكم لديك أحد تحترفين مع حدثين قبل أن تقوم بسم الله و تقوم بشكل بأس المدى و أكون صراحة و لا نصبب و سنقوم بسنا و يكون صراحة و فأقوله ما تصبب لماذا؟ إذا قلنا رأسنا بما هؤلاء المساجمين سوف تقولون على الله قلنا هؤلاء المساجمين سوف نقلصوا ونطفقوا كيف سوف نقوم بهم لكي يكون لدينا ثلاثة موازنين أمو بالأولويات لأنه عندما كان لديك أمو ثلاثة مناسبين ومساجمين مع الأولويات سوف نقلعك بما العلاقة مع المدة ليس في الأول فكرة معي في الأول كانت الزعطة لكن مع المدة كل واحد سوف يقول لك يبدع على المدى وهذا الشيء يمكن أن يسبب لك الفراق لذلك في هذه الساعة معرفة مع شئ سيدا بصحتك وعافيتك معرفة مع شئ سيدا بصحتك وعافيتك خمام جيدا قبل أن تضرب البيض في الأحيان نقلص في القهيوة ونكتشف المبادئ لها ونكتشف المبادئ لها كيف تكون علاقة بحال هذه لأنه لا يوجد المبادئ بحالة لا يوجد علاقة بحالة وطاقة وستطابل وموجينة وكتدوم في الوقت كانت معكم ناهي دراشاد هذا هو الله يحفظكم ترجمة نانسي قنقر